اشهدت عدد من المنظمات الدولية غير الحكومية بتقرير مملكة البحرين الذي تم استعراضه في الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف ونالت كلمة رئيس وفد مملكة البحرين عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية جملة من الإشهادات الدولية التي تعكس ما تشهده البحرين من تطور في مجال حقوق الإنسان الإنجاز الذي حققته البحرين باعتماد تقريرها الوطني الثالث في إطار المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف لاقى أصداء واسعة على المستوى الدولي يود وفد بلادي التأكيد على حرص مملكة البحرين على تعزيز وموصلة جهودها من أجل النهوض بحقوق الإنسان وصون كرامته من خلال التعاون مع الشركاء وأصحاب المصلحة على المستوى الوطني والتعاون البناء مع مجلس حقوق الإنسان وآلية الاستعراض الدوري الشامل والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والآليات والمنظمات الأخرى الدولية ذات العلاقات على المستوى الدولي إن آلية الاستعراض الدوري الشامل تستحق الدعم لتحقيق أهدافها على أساس المبادئ التي تحكم عمل المجلس وهي مبادئ الحوار والموضوعية واللا انتقائية لقد قدمت مملكة البحرين في الأول من مايو 2017 تقريرها الوطني الثالث لآلية الاستعراض الدوري الشامل حيث استقبلت مملكة البحرين بإيجابية ومسؤولية عدد 175 توصية قدمتها الدول الأعضاء في مجلسكم الموقر وقد بذلت بلادي جهودا كبيرة في دراسة هذه التوصيات حيث تم عقد عدة اجتماعات لللجنة التنسيقية العليا المعنية بدراسة كافة التقارير والتوصيات المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وعقد عدد آخر من الاجتماعات مع منظمات وجمعيات المجتمع المدني الذي فاق حضورها عشرين جمعية حيث تم استعراض تلك التوصيات معها بشكل مسهب حيث أسهمت جهود اللجنة التنسيقية العليا والاجتماعات مع منظمات المجتمع المدني وملاحظاتهم المهمة في بلورة موقف مملكة البحرين بشأن الرد على التوصيات المقدمة إلى مجلسكم الموقر فما اتخذته البحرين من إجراءات لتعزيز وصيانة حقوق الإنسان منذ إطلاق المشروع الإصلاحي الشام لجلالة الملك المفدأ يده الله كان محل تقدير دولي وهما أكدت عليه الدول والمنظمات غير الحكومية التي شاركت في جلسات مجلس حقوق الإنسان منظمتنا ترحب وتشيد بالتقرير الشامل الذي قدمه وفد البحرين برئاسة سعادة مساعد وزير الخارجية ونقدر أن البحرين قد اتخذت العديد من الإجراءات لضمان تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان وقامت المنظمات في إطار دورها الحيادي بالتعقيب على تقرير مملكة البحرين وفقا للبند السادس من بنود جدول أعمال المجلس ونالت كلمة البحرين التي ألقاها رئيس وفد مملكة البحرين عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية وتقرير البحرين نالت جملة من الإشادات بمنجزات البحرين في المجال الحقوقي إن تعزيز وصيانة حقوق الإنسان هو جزء هام من استراتيجية البحرين لتطوير منظمات وتشريعات المملكة وتمثل ذلك في ميثاق العمل الوطني ودستور عام 2002 وتعديلاته الدستورية التي تم إقرارها في ضوء حوار التوافق الوطني الذي شهدته البحرين في عام 2011 التشريعات الوطنية مثل تلك التي تتعلق بحرية التعبير وحرية الأديان وقوانين العمل ودعم المنظمات والنقابات المدنية وتجريم الإتجار بكافة أشكاله تحظى باهتمام كبير في البحرين وقعت البحرين العديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي من شأنها تعزيز وصيانة حقوق الإنسان نهنئ البحرين بمناسبة نجاح اعتماد تقريرها الوطني الثالث في إطار المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان ونؤكد مدى التطور الذي شهدته البلاد في مجال حقوق الإنسان ونتمنى لها مزيدا من التطوير في المجال الحقوقي والتعاون مع المنظمات الدولية وقد عملت المنظمات غير الحكومية في هذا المجلس تحقيقا لمبدأ الشفافية والحياد الذي تتمتع به تلك المنظمات لتعكس الصورة الحقيقية لعمل المنظمات غير الحكومية في تشجيع وحماية حقوق الإنسان بخلاف بعض المنظمات المسيسة المملوكة لأصوات النشاز تعمل لتحقيق أجندات سياسية لا تتماشى مع عمل مجلس حقوق الإنسان والتي انسلخت عن جوهر عملها الحقوقي الحيادي وهو ما أشارت إليه بأسف عدد من المنظمات الدولية منظمتنا ترحب وتشيد بالتقرير الشامل الذي قدمه وفد البحرين برئاسة سعادة مساعد وزير الخارجية عبدالله بن فيصل الدوسري على الرغم من التحديات التي تواجهها البحرين إلا أنها تواصل جهودها على كافة المستويات لتشجيع وحماية حقوق الإنسان إن محاولات بعض المنظمات غير الحكومية التي تملك أجندات سياسية لنشر معلومات مغلوطة حول الوضع الحقوقي في البحرين لا يعكس الصورة الحقيقية لطبيعة عمل المنظمات غير الحكومية إن مملكة البحرين تواصل جهودها في احترام القانون الدولي وتعزيز حقوق الإنسان بصورة مثيرة للعجاب وتعد هذه الإشادات دليلا آخر على إقرار المجتمع الدولي بمدى التطور الكبير الذي شهده ملف حقوق الإنسان في مملكة البحرين ما يعكس تنامية تقرير الدولي لمنجزات البحرين في مجال حقوق الإنسان عبد الرحمن المدفع لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر